اشتركوا في القناة 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 النهاردة اشتركوا في القناة 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 بعدها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأهلي وتربطها بقى الأهلي والهلال وتربطها بمباراة أصوات. بزبط. إحنا كنا نتكلم يا كابتن إسلام أن في الأول النادي الأهلي في شغط لأولاني حاول أنه هو كان بيضغط وكان بيلعب برتمع علي جدا بحيث أنه عاوز يخلص المباراة والشغط الثاني كان ممكن يتراجع شوية ويقفل المساحات معلش شغط تتكلم أنا جات في دماغي في السؤال يعني هو كان عارف كده كله هو كان عاوز يخلص المطش بدري يا كابتن إسلام ولكن المطش مد معاه وما توقعش أن يبقى فيه عنف بدني بالطريقة دي من الهلال السوداني. وعلى فكرة الهلال السوداني عيب مباراة مختلفة جدا عن مباراة الهلال وسان داونز الهلال لعب 61 كرة عالية في المطش يا كابتن. انت متخير رقم 61 كرة عالية. فهما ما كانوش بيعمله. لا بيبتدي من تحت ولا بيعمل بلد اوب من تحت ولا حاجة وعطول على الساكن بول. ساكن بول تنزل في التحامل ان هو ياخد الكرة. ولكن دي بطريقة السودانية. بالزبط دي. ولكن هو مع النادي الآلي. لا لأ لأنه هما بيحاول يطلعوا من تحت. واللي كان غريب جدا بداية من الشوت التاني من أول ديها 45 كان ضغط رهيب من لعبة الهلال على لعبة النادي الآلي هو بتحاول تطلع من تحت. عاوز أوريك يا كابتن إسلام شوية حالات توريك في إزاي الضغط بتاع الهلال كان نخانئ النادي الآلي والهدف اللي يجي في مرمى محمد الشناوي كان الأول من ضغط على طهر محمد طهر وطلعت قوت وجي منها بفاول وفيه تركة عند الفاول يا كابتن إسلام عاوز أقول لك. أنا مسلا عاوز أقول لك هنا النادي الهلال بيحاول يطلع بالكرة من تحت مين اللي بيضغط على العيب ده بتاع نص الملعب أحمد عبدالقادر وبرستاو نشوف الفريم اللي بعده الراجل بيرقص بص أحمد عبدالد راح فينا يا كابتن طلع برا الكادر خالص والناحية الشمال ما بيش لي حد موجود فإن لا مين اللي هيعمل هنا المساندة نشوف الفريم اللي بعده بيرستاو هيحاول يزق عشان يعمل المساندة الكرة بتتلعب على الجانب الأيمن بيرستاو برضو بيحاول يزق نكمل الصورة اللي بعدها عاوز بقى يا كابتن عاوز أوريك مكان حمدي فتحي مكان حسين الشحات مكان آليو ديانج والاتنين اللعيبة بتقع نص الملعب بتقع الهلال السوداني وقفين ما بين الخطوط وده بسبب كان فيه ضغط سيء من لعيبة نادي الألي في وسط الملعب إن احنا مكناش نلعب 4-3-3 كم نلعب 4-2-3-1 فكان دايما حسين الشحات متأخر فنبص على الاتنين هنا يا كابتن الموجودين بتقع الهلال السوداني على الهو وحدهم نشوف الفريم اللي بعده نشوف الفريم اللي بعده الراجل بيقطع لجوه والاتنين برضو لوحدهم نكمل الفريم اللي بعده طبعا بيعمل الباصمة بين الخطوط نشوف الفريم اللي بعده بصة كابتن الاتنين وفين لوحدهم هيلعب الكرة الواحد منهم نشوف الصورة اللي بعدها برضو نكمل الحالات الراجل هيطلع مين بقى يا كابتن من ناحية التانية الوينج رايد بتاع الهلال السوداني نظرا لعدم وجود الوينج رايد بتاع النادي لأه هو أحمد عبدالقادر علشان الوينج ليفت أزي أحمد عبدالقادر عشان يقوم بالمساندة نكمل الصورة اللي بعدها ديه كابتن كان بعد ديئة ونص بالزبط من بداية الشوت التانية نكمل الفريم اللي بعده عشان الكرة بتتلاقي بأوفر وكانت من أخطر نكمل الفريم برضو وبعده نكمل الصورة عادي وفيش أي مشاكل عشان كابتن محمد شناوي بيشيل واحدة كانت من أصعب الفرص اللي موجودة ديه على طول في الديئة ستة واربعين حاوليت حالة تانية سريعا برضو كابتن السام وهنا برضو نفس الكلام بديه برضو محمد هاني هيحاول هنا يلعب القوت النادي الاهلي بيحاول يبدأ من تحت بص الضغط بتاع آآ لعيبة نادي نشوف الفريم اللي بعده وقف عنده لحظة واحدة بس نشوف الفريم اللي بعده بص بقى كابتن هنا على طهر محمد طهر وبيستلم الكرة بص كل اللعيب من الهلال السوداني مع كل اللعيب من الاهلي طهر محمد بالزبط كده بص بقى كابتن كل الهلال ضغط هما اللي بيلعبوا هاي لواي مش احنا بنلعب هاي لواي فالنادي الاهلي كان عنده مشكلة في الخروج بالكرة نكمل الصورة اللي بعدها ما انه ده مش الطبيعي ده مش طبيعي النادي الاهلي حتى لا حتى لو بيتضغط كده انه هو بيطلع بالكرة من تحت كويس جدا ده هي نشوف الكرة ارضية الملعب ما كانتش مساعدة سيئة جدا بصراحة نشوف هنا يا كابتن نكمل هنا بالكرة نشوف الفريم اللي بعده هتلاقي الدبل باس اللي هيحصل ما بين لعيب الأسداني الفريم اللي بعده برضو ونسيب الكرة تيمشي بص يا كابتن نكمل برضو الصورة هنلاقي اللعيبي رقم 30 اللي هو شعبrando اسفر شواية ها طب� نكمل الصورة اللي بعدها بص يا كابتن هيلعب هنا الباس تاني اللعيب رقم واحد وعشرين بتاع الهيلال السوداني وبص هو هيروح فين نكمل الصورة اللي بعدها بص يا كابتن هيلعب الباس الفريم اللي بعده نكمل الصور عادي مفيش مشاكل بص يا كابتن راجل راح في الحتة الفاضية نكمل الفريم اللي بعده بص يا كابتن برضو تاني الاتنين متسابين لوحديهم في الزون فورتينة والمنطقة اللي قدام دايما الـ 18 الاتنين لوحديهم خالص برضو حسين الشاحات ولكن يعني الحمد لله ان راجل تعالي هلال طلع برة وكرة بقت ميتة وطلع برة تاني معينه لو لعب بص يا كابتن الاتنين اللي وقفين على قصة الـ 18 مفيش اي رقابة بالعكس دايبا في زيادة عددية لازم يعمله ايه هنا لازم عبد المنعم وياسر يتكلمه معه يزوقه شوية ويتكلمه معه هو مش هيزوقه هو منفعش يزوق اكتر من كده يعني يطلع على الـ 18 بس لكن لازم يكلم يا حمدي يا ديانج دي رسالة بقى احنا بنوصلها اللي عبتن قالي النهاردة فحاجة زي دي أنا كعبد المنعم هعمل ايه يا فتحي خد خطوة اللي ورا يا حمد يا فتحي خد خطوة اللي ورا يا ديانج خد خطوة اللي ورا اللي بالك التوقيت ده كابتن اسلام فعلا يعني في المباراة هو هي الربع ساعة اللي النادي الاهلي تقريبا فقط فيهم التركيز والزهناي وبدنيا هي دي اللي هامت ديها 45 لحتى ريما ديها 60 يعني حتى بعد الجنب شوية فهو ده هنا الهلال يعني يعني قدر ان هو يسيطر على المباراة وكمان سجلوا الهدف اللي سجلوه بس حالة اخيرة يا كابتن اسلام مهمة جدا بس اخي حاجة عشان دي مهمة جدا ومهمة لعيبة النادي الاهلي في المباراة القادمة نشوف الحالة الاخيرة الصورة اللي بعدها بص بقى كابتن هنا ده الفول اللي جي منه اللجوم بتاع الهلال هنا برضو طار محمد طار بيحاول يستلم الكرة ضغط عالي من لعيبة الهلال نكمل الفريم اللي بعده برضو نسيب الصور تمشي كل ثلاث ثواني عادي بص يا كابتن طار يحاول يطلع بالكرة ولكن بتضغط عليه نفريم اللي بعده بتضغط عليه هنا من لعيب الهلال السوداني وهكذا برضو نكمل الفريم اللي بعده الكرة هتطلع قوت للهلال السوداني نكمل برضو عاوز اخريك بقى كابتن حاجة مهمة جدا في الفول اللي حصل نكمل برضو انا بس جايبها عشان اوضح للناس الفكرة كانت عاملة زي هنا القوت هتلعب من لعيبي الهلال السوداني نكمل للصورة اللي بعدها بص يا كابتن هيلعب القوت نفس الكلام برضو كل لعيبة الهلال السوداني زقق على فكرة الراجل اللي وقف عند الكادر ده مساكل التاني بتاع الهلال السوداني نكمل الفريم اللي بعده بص يا كابتن هيلعب الكرة للراجل الفروت هيستلم هياخد فاول نكمل بقى نكمل الصور بص بقى يا كابتن اسلام لما حصل فاول نكمل الصورة اللي بعدها بص يا كابتن الفاول فين نشوف بقى الفريم اللي بعده يا كابتن بص الراجل هنا بيحط الكرة الفريم اللي بعده بصة يا كابتن انا عمل تزوم هنا بص على الحاكم لا الحاكم مشهو خباله وكل لعيبة النادي الاهلي مدية زهرها للكورة الفريم اللي بعده اه دي خطوة الفريم اللي بعده ادي التانية الفريم اللي بعده ادي التالت يا كابتن الفريم بقى اللي بعده هيبقين لك الكورة بص بقى يا كابتن بقيت فيين بعد د extraordinarily كلمة بقى كاتت عنده الاول بالظبط كده يعني كانت على الأقل حوالي هو عادلها في الطريقة اللي بنسباله لما يشوت مباشر للجو بالظبط كده فكابتل الحاجات دي الحاجات دي في ظل التحكيمي لسعاب بيبقى سيف أفريقيا وفي ظل عدم وجود الفار لعيبة إنها دي لعيمت أعيئة ومركزة كويس جدا في التفاصيل دي يا كابتل أسفل معلاش يا سامير لو ينفع ترجع لي يعني فريمين وراء والحاكم بيتحرك في أول خطوة ولعبت الأهلي كلها برابو عليك بس كده سامير لعبت الأهلي خليك ممكن تقف ثانية بس لعبت الأهلي هنا بص فعلا ولا واحد بص صغير أعتقد ياسر والحاكم مداري على ياسر بالظبط لعبت الأهلي الأهلي هو هنا بيبصله يعني الفريم اللي بعده تلاقي وشه مش شكله عامل كده هو أول ما شافه أمزق واحد اثنين ثلاثة الكرة لو بتتلاعب من هنا ومسحيل لعبها مباشرة على الجون لا استحالة فهو سبحان الله هو حطها كده ولما لعب الكرة مباشرة على الجون الأمور ما كانتش واضحة للشناوي فالكرة دخلت جون فهي دي اللقطات اللي احنا بنتكلم فيها كابتن إسلام هي ربع ساعة من عدم التركيز وانت ضيعت الفرصة بتاعتك احنا ليه بنقول الكلام ده برضو عشان احنا بنقول الكلام ده عشان ازاي لعبت الأهلي يستفيدوا من هذا الأمر زي ما قلنا في الكرة اللي احنا بنتكلم فيها دي انا لو مكان محمد عب منعم أو مكان ياسر أو متولي أو رامي اي حد من اللي بيلعب لازم حندح على حد من نص المرعب يعني أنا لما كنت ببقى كده وبلعب وناحية اللي مين مثلا وبلائي حد والوحدي تعال يا شاوء يقف جنبي تعال يا بركاته يقف جنبي تعال اقف طبعا اقول له وانا زعه انا اللي شايف خصوصا وان المباراة فيها يعني فيه إيجابيات يا كابتن إسلام وفيه تصحير للأخطاء يعني مثلا حممكن في مباراتين في كاسة العالم الناس الكلامة عن أخطاء عملها أليو ديانج في الباست صحيح النهاردة أليو ديانج مسلا في مبارات للأهل السوداني واحد من أفضل لعبة في المباراة رقميا يعني رقميا وإحصائيا يعني طبعا بالنسبة لنادي الأهل يعني أفضل يعني في التقييم بتاع المباراة أليو ديانج جوا من أفضل فيه كذا كورة أليو ديانج لما تيجيلوا الكورة وبقاش يعمل حركة بتاعتنا رجعها للمدافع منهم كورة راحت لطهر محمد طهر للعبة لمحمد هاني اللي هي يعني دي أرقامه أحصائيات أليو ديانج في المباراة بشكل عام اللي هو العبة الميت دي طبعا اللي هو إجمالي المباراة بالوقت الضايع التمرات بتاعته النسبة بتاعتها كويسة استرجعت كورة أليو ديانج كان واقف وسط الملعب موجود في كل مكان بياخدوا الكورة التانية يعني كان في شاف أخطاءه اللي قبل كده صلحها الحتة كمان لو كورة حسين الشحات دي لو استعرضناها حتى هي كورة من جملة حلوة يعني حتى مش كورة عشرائية كابتن إسلام كورة راحين 3 على 3 وحمد فتحي اتحرك يعني بيرسي تاو لو سامير عرضها لنا بيرسي تاو لعب الكورة لو موجودة صور صور ممكن بيرسي تاو اتحرك لحمد عبدالقادر في المكان الفاضي حمد فتحي راح متحرك جوة 18 اتبسيط له اتلعبت بالعرض جملة مثالية النهاردة حسيني الشحات شط بلنور بسيني عمالها حلوة قوي بس يعني حسينينا كده يعني حسينينا كده يعني حسينينا كده بص يا كابتن إسلام وبدايتها سفر أمد كانت من ضغط الأهل يعني هو أحمد عدل قطحها ايه كلنا توسبنا خير الحية بعد يعني بيرسي تاو يعني كمل كمل لا ده معناه ان الراجل بيقولك اعمل حاجة بس أنا مش قادر من الإجهاد اللي على وجهة نظري يعني ده بعد يعني احنا بعد ده خمسة وعشرين ديه صح احنا اول خمسة وعشرين ديه زي ما انت شايف ده حتى صامي الشوالي هو اللي كان بيعلق على المباراة كان شايف ان ده المباراة دي أحسن مباراة السنة اللي فاتت وان الأهلي هو اللي حالته أفضل وكل حاجة فلو نكمل يعني بس كمل هجمة مثالية اهو بس بس حمد فاتحي روح التفادي منطقة الفاضية اللي احنا لو بس كم واحد ده هو اتنين وفيه تلاتة بس وحوش ده طاهر وديانج والناحية التانية اعتقد محمد هاني كمان والحسن الشحات وطاهر وديانج لو برس كم لا لا ده برس كم برس كم وطاهر وديانج فحتى عطار أحمد سابت وكريم وهم بيحللوا النقاط ضعف الإعلال قالوا الكلام ده وإحنا هو استغلناه لو نكمل بس حاجة يعني جون بس هو في نقطة هنا ايمن برده هو لو لعبها على عيبها مع انها مش معيوبة بس هو يا كابتين مشكلة نحو استلمها بشماله وامجايبها على يمينه عمل عليه بلوك بس يا كابتين تلات لعيبها ما لاحقش ايمن يعني ما هي دي الفك ها الكرة اللي بعدها بتاعت حمد فتح اللي هي الصور برضو هجمة يعني هنا دي وقفتنا بس يا كابتين أول عشر دقايق قال دي ضغط دقت رهيب احنا وقفين صح وقفين صح بمعنى وهو زي ما انت قلت هو راجل كان عايز يخلص المباراة بدل بدل عشان عشان لان هو عامل حساب ان فعلا الفرقة بدنيا بدنيا بعد كده اقف نص ملعاب يلعب على هجمة هنا بس انا دي كرة ديانج يعني بقولك ديانج كان في المباراة دي عامل أداء كويس اللي بيسترجع كرة وعمل مجهود قوي قاعدة يا احمد عبدالقادر برضو في مكان فاضي تمركزاتنا كان كلها جيدة الهجمة دي بعد كده حمدي فتح هيروح هيكمل كان هيبقى عنده فرصة انه ممكن يباصيها البرست او يشوت هو شاطها يعني شاطها بشمال ضعيف اه بالزبط فالنهار دا تأول عشر دائره مسلا كان ممكن تخلص المباراة ولكن هرجع تاني للكلمة اللي انت قولتها قيمة الفرصة قيمة الفرصة والكرة دي كبتتتسامه الكرة اللي قبلها بتاعت كرة حسيني الشحات كانوا في أول عشر دائق كان فيه ضغط رهيب من لعيب النادي الأهلي يعني هو مش النادي الأهلي بيواخد الكرة من جونه وابتدأ وحلانك هو من ضغط غلطهم وراح بهجمتين اللي هو عمله الشوت التاني المدرب الهلال الشوت التاني عمل وهم راحوا بكرة واحدة كانت خطيرة قبل الفاول كانت كرة بالعرض اللي هيا دي اللي أنا كنت جابها في حالات اللي هيا بالعوفة بعد كده الفاول يعني الفاول حتى كرة وضربة الجزاء وللأسف احنا كنا خلاص مخدنا اهي بص يا كابتن دي برضو نفس الفكرة اه يعني عملها شمال بتاك هتبقى حلوة جاية اه لو طلع على يمين اللي بيرسي تاون فراد يعني او يمين يعني اه بنستغل هي اخطاء الهلال اللي هيا الواضحة يعني الهلال مع احترامنا طبعا اذا كان في الفترة الهلال هو فريق متواضع كابتن الاسلام يعني للأمانة هو فريق عنده اخطاء واضحة احنا استغلناها بس الفرصة هي دي هنا برضو دي الشوت تاني كان تقدر لو تلعبت بشكل افضل يعني حتى عبدالقادر في المغرب لعب على محمد شريف على طول سهلا فهنا برضو الوضع كان صعب يعني نتمنى كابتن الاسلام نستفيد من اخطاءنا دي الايجابيات يعني طبيعي جدا انت ممكن تنزل كل لعيبة وزي ما بقول لك كابتن لو رجعت للتاريخ هتلاقي بطولات افريقيا اللي انت خدتها بدايتك ما كانتش افضل بداية واللي حد اخر مباراة طبعا ايه بس نزع لنا شوية اذا كان هناك البعض بيحول ان يقلل او ان هو يتريق عليك عشان انت اتغلبت من ريال مدريد البعوة هتقول ايه ده بعد ما لا يشجع نادي الاهلي لكن جمهور الاهلي من حقه ينتقد من حقه يقول ان هو عايزه طلبة لان الجمهور ده وانت بتتكلم في الاول بالمناسبة جمهور الاهلي ده هو اللي بيحطك في سبع سامة طبعا طبعا فانت منت كلاعب اليوم اللي الجمهور بينتقدك لازم تبص في الارض وتقول له حقك وهذه هي وهو ده الفرق ان جمهور الاهلي لما بيحس بكده بيقف معاك زيادة بيساني دكتور كابتن تعالي يومكو لما كنت بتتغلب ومتش والله انا فاكر مرة تصريح الكابتن عماد ميت قالك اعدت عشر تيام ما نزلش من البيت يعني انزل ازاي يعني فالعيبة كده كده لازم تبع عرف ان الجمهور هو اهم شيء في منظومة كرة القدر فهم يا كابتن بس زي ما بقول لكابتن الكرة تفاصيل تفاصيل صغيرة تفاصيلة ممكن توديك حتة وتفاصيلة توديك حتة لا يعني احنا النهاردة بالحاجات اللي حضراتكو عملتوها دي اعتقد ان كده كان باين ان فيه ايجابيات كثيرة في هذه المباراة على الاقل اول تلت ساعة بالضبط لو كنا كملنا بهذا الشكل اللي كلنا كنا متوقعين ان احنا عمرنا ما حنقدر نكمل بهذا الشكل ولكن اه بعد التلت ساعة او الخمسة وعشرين دقيقة الاولى اصبحت الامور اصعب علينا شوية بسبب الاجهاد وده حنشوفه كتير خلال الفترة ولازم نتعامل معاه عشان كده نحنا لازم نتعامل معاه وهو قدرنا عشان يعني الكابتن عشي شوية بيتكلم مع حضرتك في جملة قالك مش عايزين نعمل زي وبرض لازم نسف صحيح للامانة الموسم اللي فات واتكلمنا برضو فاكر عملنا حلقات عن مين في اسباب ضيعت مننا البطولة منها عشان احنا في النادي الاهلي ما بنحط الشماعات بس منها احنا جزء احنا ضيعنا طبعا طبعا وبعيدا عن اللي حصل في الجدول بعيدا عن اللي حصل في الجدول والحصل في التحكيم التحكيم لخم واحد واللحصل في الجدول وبعد كده احنا في ماتشاط كانت سهلة ضيعنا فالافضل دايما نتعلم من اخطاء وين عندنا الدكعي النهاردة برضو بالمناسبة بنتكلم عن أول مشاركة للقندوسي مع الأهلي كان حاجة لعيد جزائري بس ما نكمل كلامنا لأنه كلام عن القندوسي مهم جدا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أرجع أخذ رأيي أصدقائنا في القندوسي وفي مباراة أصوات بعد هذا الفاصل القندوسي إيه رأيك في أحمد القندوسي أعتقد أنه هو خامة جيدة يستطيع أن يستفيد منها كولر والنادي الأهلي خلال فترة قادمة رغم أن المباراة كانت صعبة جدا يا كابتن إسلام ولكن هو نزل شفت كواليتي لعيب مختلف شوية عن لعيبي نص الملعب في النادي الأهلي هو لعيب كوير بيلعب بشماله كويس جدا الرتم بتاعه وسريع لما بياخده الكرة دايما بيعنده قرار يعني أول ما بيستلم يا بيلم ويلعب باس يا كابتن بيلعب أوفر يا بيلعب شورت باس فهو متميز جدا تزديداته لسه مشوفناهش ولكن هو أيمن في المباراة كان يعني تحس أن فيه لعيب تقيل نزل في وسط ملعب النادي الأهلي كوير ميزة عند القندوسي هي فكرة علي معلول فكرة حتى ديانج لما جيبناه أنت بجيب لعيب من أفريقيا اللي هو لعب حافظ الدنيا معاك يعني مش هياخد الوقت اللي وده اللي حصل ها فهو نزل في وقت صعب للأمانة المباراة برضو أن انت يعني دي برضو إحساني ده الفرصة المحاولة وكان ليه محاولة بس لأسف لعب الليلال عملها بلوك يعني الأمانة التزديدة كان شكلها قويس جدا هم عملوا بلوك كويس حتى يعني عمل ترئيصة عمل خد كور تانية عمل تمريرات نتكلم يعني في الوقت اللعب والتلاتين ديها اللي لعبها نسبة تمريرتين بس اللي تقطعوا منه حتى فيه خريطة الحرارية بتاعته زي مشاكر كده كان بيقول حتة الشمال برضو كويس أن انت يبقى عندك الحتة بتاع اللعب نص الملعب دي برجل الشمال بحيس يديك التنوع اللي انت عايز لأن احنا مع سولية ديانج حمدي فاتحي أكرم ربنا يرجع لنا بالسلامة لما جاء لها حتة دي وليك سلمان وبطر وليك سلمان وبطر فهي هنا لو هنستعرضنا الخريطة لو هي موجودة يعني كلها تلاقيها في الحتة اللي كان فيها المشكلة في الشروط اللي الهلال كان بيهاجم من عليها بكتير في بداية الشروط التاني اللي هي ورحمد عبدالقادر وعلي معلول لما خلاص يعني جابوا أخرهم بدنيا زي ما بنقول كده والحتة دي فاضية فهو مال الحتة دي بياخدوا الكرة بيستلم وبيسلم كويس فهو كواليتي لعيب مهم جدا صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي إن شاء الله حيساعد أكيد كولر في فكرة الروتيشن اللي عايز يعملها لأن هي طريقة لعب كولر هي محتاجة النوعية بتاعة القندوسي مروان عطية فلما يبقوا موجودين في وجود عمر السلية اللي يعني بيصعب عليه عمر السلية فعلا يعني بيصعب على الواحد لأنه من اللعيبة اللي استنزفت في السنين الأخيرة ما بين الناجي الأهلي والمنتخب مع حمدي فاتحي مع ديانج تنوع هاي دي بص يا كابتن الخريطة موجود في الحتة اللي هي الشمال دي دي ده تحركاته في الخمسة ستين دي بص راح تقريبا في النص الشنال ده كله في الحتة الدفاعية الهومية أه المحكوب منه أه يعني فضيحها كويس أخيرا مباراة أسوان كيف تراها يا شيكر؟ مباراة أسوان مش هتكون مباراة سهلة بسبب أن المطش اللي فات النتيجة بتاعة الهلال زي ما كلمنا كابتن عن موضوع الإرهاق البدني ولكن أسوان مش في أفضل حالتها أسوان من بعد المباراة اللي كسبوا فيها الزمالك اللي كل كان بيشيد بيها لعب سبع مباراة خسر واحدة وتعادل خسر اتنين وكسب واحدة وتعالل الربعة ففيه أزمة عند نادي أسوان بقالهم يعني ما كسبوش غير مطش واحد بس ولكن يا كابتن خلي بقى أسوان نادي أسوان بيلعب إزاي؟ خلي ما تكمل كله بيبقى عايز يحل مشاكله على حساب النادي أكيد أكيد ممكن ديكون المطش يمشي إزاي؟ بنسبة كبيرة ممكن يمشي شبيه شوية للمباراة الزمالك اللي هو كان دايما كابتن أيمن بيلعب كورة عالية والسكن بقوله كورة تانية مين بياخدها بالضبط ممكن كانش يبتدي من تحت خالص كل اللي كان بيطلع حتى من الجون يأدو بك يلعب السنتر باقي وملاعب العالي والكورة التانية اللي بتنزل بيحاول ياخد بيبقى ضغط كبير جدا من لعيب أسوان عشان ياخده كورة وفيه برضو حاجة ممكن تكون طبعا مميزة إن الرجل بالحاج اللعيب أكتر من هايل اللي راح إزاي مالك يا كابتن إسلام العيب رائع مش موجود فهيأثر ولكن عندهم ديلسون الوينج رايت الأصمراني ده الأفريقي لعيب سريع جدا 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 وكل اللعب دايما بيبقى عليه هو محمد حمد زاكي فمباراة مش هتكون سهلة ولكن زي ما بقوله يا كابتن لازم كورة يحافظ شوية على موضوع المخزون البدني وده اللي احنا كنتكلم منه مباراة الهلال انت بتستفيد منها إيه إن كورة دلوقتي أجواء الأفريقية لسه بديدة عليه وهو كان حتى في مؤتمر صاحب ويوسط عافك يا زي زي فيلر فيلر برضو أنا فاكر كان بنت يعني فاكر فيلر بعد برضو مطش الهلال اللي كان فيه مشكلة ده برضو طلعه وتكلم قالك دي مش أجواء طبيعية ثم دايما الناس اللي لسه جديدة على أفريقيا تتخلق بس اكتسب خبرات يا كابتن عشكي بقولك مباراة الهلال النادي الأهل يستفيد منها بشكل كبير جدا ومباراة أسوان مش هتكون سهلة ولكن النادي الأهل إن شاء الله قادر على تحديث السلس نقاطين لا هي يعني زي ما قولنا كده هي صعوبتها في إن أنت جاي من خسارة فأنت هتبقى نازل عايز تعوض الموضوع ده بالإضافة أنت بعيد عن الدوري بقى لك فترة فأنت برضو محتاج فكرة الهاجز بتاعك أن أنت بش عايز تفقد النقاط في المورات نواجهش تفضل بعيد لأن برضو كان ميزة كويسة نوقت وإحنا في كاس العام للأندية النتائج إلى حد ما بتاعت الأندية المنافسة خدمت النادي الآن محدش قرب منك وكلهم تعصروا بينهم من بعض كده فدي كانت حاجة كويسة جمهور أسوان طبعا في أهلوية كتير جمال ومباراة تبقى جماهرية كويسة نستغل الفرصة اللي أجلنا إحنا ملعب تا أسوان أو حتى في الأجوة وإحنا خلاص يعني هو يومين فأنت متعود اللعب خلاص بتاعت الساعة ثلاثة دي مش مفهوم ما تبقاش أزمة اللعيبة أكيد هتبقى عايزة تصحح الخطأ وتعدي في الدوري عشان خطر طول ما انت في مباراة الدوري بقى أقل ما جوي كاب بتكسب أو بتستغل الفرص ده هيريحك لما تيجي تلعب في أفريقي عشان خطر فرق النقاط هو ده اللي هيديك المساحة أسوان ترتيبه برضو حنتكلم في التاسع أو العاشق يعني هيحاول ان هو يبعد هم برضو الحالة اللي عملوها بعد مباراة الزمالك هم بيحبوا هي مباراة الأهلي هي مباراة العمر حتى شايفينهم بيسوأوا نفسهم بيسوأوا الملعب عايزين يعملوا إعلانات يبيق حتى مباراة ساعة ثلاثة في يوم في وسط أسبوع في شغل لكن قيمة النادي الأهلي هو بيعايز يستغل كل حاجة نوعير متاسمه مع النادي الأهلي فدي بتبايل لقيمة وشعبية النادي الأهلي اللي كلنا نتكلم فيها كتير والحربية اللي بتزوء الأوتوفيس والحاجات الجميلة دي كابتال إسلام فقه الجرار فإن شاء الله كل الناس تبقى مبسوطة بأسوان النادي الأهلي هناك وكابتال خطيف حتى بكرة تقريبا هيبقى في الزيارة المؤسسة بتاعت الدكتور مجد يعقوف حالة تبقى كويسة يبقى ختمها إن شاء الله أن النادي الأهلي يخرج من أسوان قيمة الفرصة هي المهمة وهي أهم حاجة خلال الفترة اللي جاية إزاي نقدر نعرف إن الفرصة دي دهب عيارة 24 يعني نحاول نحافظ عليها على قد ما نقدر أنا بشكرك جدا أنا محمود على وجودك معنا شكرا جزيلا الله يخليك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير